السلام عليكم ورحمة الله يتعالى وبركاته سوف نقوم بتحديد رمضان هنا لديك كاس حليب دافي هذا حليب دافي نقوم بتحديد بلاس البورك لكي تنبعه يوجد بزاف بنان الحشو اقتصادي إذا كاس حليب مغارفة كبيرة خميرة الخبز و مغارفة صغيرة سكر سكر حرش كاس حليب دافي ملعقة كبيرة خميرة الخبز و ملعقة صغيرة سكر نخلطها 1 دقيقة لكي تفعل الخميرة وعندي هنا مغارفة صغيرة ملح العجينة هذه نقوم بتحديد بزاف طرية و بزاف بنيلة و مملاء فخص نعطيها لكم اقتصادية نسكة الزيت ان شاء الله لفخص اقتصادية يعني في متناول جامع باش ديروها ان شاء الله في الشهر الفاضيل ان شاء الله لكم الحين اذا هنا عندي البيض نحتاج البيض للعجينة والصفار نخليه ندهن بهم الفوق باش يكون يعني باش تكون الوصفة اقتصادية بمعنى الكريمة يعني غير حبابيض البيض نخدمو به لابات والصفار ندهنو به ماشي نديرو حبابيض في لابات و نزيدو نديرو الصفار و ندهنو به يعني بقنا بايض تحبو واحد اخرى لا ديري غير البيض هنا في العجينة و تجيب زاف بنينة وهشيشة و تشوفو في الاخر تشوفو النتيجة و راح نلمها بالفارينة هكا باش ان شاء الله في شهر الكريم تنوعو يعني ما ديروش البورك دايما ديرو مرة على مرة مملحات يعني ديسالة و مهد اليامات يعني كي تكون عندكم الخضر تنجموها عمروهم غير بالخضر نحنا عمروهم بالكرجات والمزرودية و شيته الدنت والجبن لكن أنتوما يعني الحشو تحكموا فيها نديرو اي حاجة تكون عندك في الدار نجموه ومحتى بتشكتوكات عمروهم يعني باي حاجة موجودة عندكم في البيت متكلفوش رواحكم نطيكم افكار فقط والحشو ديرو اله حشو اللي يساعدكم ترك راح نلم العجينة نحاول نخليها طريية يعني تتلم لا تستطيع ان ترى لا ترى ان تبسوها لكي يخرجوكم شابين هشاش ننلمها بهذا الشكل حتى تلملي العجينة ونجعله في البول الذي نخدم فيه نجعلها تخمر نحضر الحجو كما تلاحظوا مقادر اقتصادية ما يصدر الدند مقطع صغر و لجد ثوم زرودية كورجت و بصل ثوم مربي مكعبات زرودية مبشورة يعني جازر مبشور و كورجت مبشورة مربي في الغباز ندر الدند مكعبات نجمو ندر دند مطحون لا يوجد شرط يكون مقطع يكون مطحون لا يوجد شرط لا يوجد شرط مقطع صغير كورجت كورجت ثاني مربي و راح نقلي هذا الحشو يجي بزاف بنين و اقتصادي يعني في رمضان حاجة بينها غادي كي طيبي حريرة ولا طيبي يبقى لك شوية مثلا درتي مورسو يبقى لك شوية ديري بها كمملاحة و ندرتي فيون داشا دي بولت في الحريرة يبقى لك شوية ديريهم هكا تاني ندلهم شوية فلفل اسود شوية ملح شوية ضعيطرة و شوية توابل الشاورمة توابل الشاورمة كانوا متوفرين و لما كانوا متوفرين استغناء عليهم و ممكن تعاوضهم توابل دجاج هنا لاجينا خمرت راح نخدمها شوية نعود لكم فقط توابل اللي درتهم بيشتعقلوا درت ملح و فلفل اسود توابل الشاورمة و درت زعيتها شوية زعيتها و درككم توابل الشاورمة بيطاطي بنا بما انه درنا الدان جربت حاجة تبنينا توابل الدجاج توابل الدجاج و الاستغناء يقع غير ملح و فلفل و زعيتها لا تنجمي غير ملح و فلفل اسود هنا كما شفتوا كورتهم كورتهم كورة صغيرة الحشورة بارد و عندي شوية ضعف خماش غابي لما كان لديك جبن طري نحل هذه الكورة كما راكم تلاحظوا نحن كورتنا نحن نضيف 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 حشو نضيف 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 سوف نعود لكم بالتصوير الباطئ سهلة نضيف بنينة قطعتها كاري نضيف بنينة نضيف حجنة نضيف حجنة نضيف تصوير تضيف الملح كما تظيف ملح برك باش ميتحلوش في الفورل حاولي تزيريهم ملاح شكرا شكرا سوف نضيف حقا في الفورل مهند اضيف ملوش خلال البيض انظرون خلال البيض قبل اضيف المشن حاولوا البيض ذهنين والبنان جميل دهنوهم ها كاملة حاولوا هاداك السفر متخلوش يهبط في البابهي حاولوا ماكسيموم ونرشلهم من الفوق شوية جلجلان ممكن تعوضوه بالسانوج حسب الرغبة وحسب الموجود أنا درت الجلجلان هنا مشي محمص بسكراح يتخل الفور ويطعب يعني يتحمص نخليهم غير شوية وندخلهم يطعبوا بعد ما طعبوا لي الصالي كما لاحظتم بعد شعلت عليهم النار من الفوق باش تحمروا وتقدموهم مع عاصر ولا مع انسوب ولا مع اي حاجة خلوهم برك يبردوا شوية باش تقسموهم باش ما يجوكم مع الجنين ان شاء الله تكون عجبتكم هاد الوصفة وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دايما جديد الوصفات جتني تقريبا هاد الكمية التي تذهلكم ما نحبه ما رقم تلاحظوا يجو بزف بنان وخفاف ولا فخص اقتصادية مية بالمية نتمنى تكون عجبتكم الكيفية عن هار اليوم وجربوها والى الملتقى ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة خلاص اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة